انباء الحقيقة عنا تأجيل قمة الدوري الممتاز ما بين نادي الاهلي ونادي الزبالك اللي مقرر لها المفروض يوم 29 ديسمبر المقبل يعني الانباء بتقول ان في الغالب سيتم اجراء هذه المباراة بعد السوبر المصري في 10 فبراير المقبل ده طبعا بناء على بكلام او على نصيحة مستر هكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا القومي اللي بيطلب من لجنة المسابقات ومن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل هذه المباراة مش عارفين الحقيقة لسه هل هتتأجل هل لا ولكن بنسبة كبيرة جدا هذه المباراة سوف يتم تأجيلها مباراة النادي الاهلي ضد نادي الزمالك وزي ما قلت لحضراتكم كان مقرر لها يوم 29 ديسمبر المقبل زي ما حضراتكم شايفين دي بعض اهداف المباراة السابقة لنادي الزمالك والنادي الاهلي مش عارفين الحقيقة هل المباراة دي هتتأجل هنحاول نجيب لحضراتكم دلوقتي الكابتن عامر حسين نعرف منه ماذا سيحدث في هذه المباراة تحديدة لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين مصر كلها بتستنى ماتش الاهلي والزمالك اللي بيشجع الاهلي بيستنى ماتش الاهلي والزمالك اللي بيشجع الزمالك نفس الكلام حتى الاندية الاخرى كل الاندية الاخرى الحقيقة بتقعد تتفرج على هذه المباراة اكبر اتنين اندية في مصر وفي افريقيا سواء النادي الاهلي ببطولاته ال37 ولا ال38 بطول الدوري الواحد نسي الحقيقة من كتر البطولات اللي خدها النادي الاهلي لكن بطولات كثيرة جدا من النادي الاهلي ونادي الزمالك مش عارفين الناس كلها دايما بتبقى حتى سبوت كبير جدا على هذه المباراة من سيفوز في هذه المباراة ايه اللي حيحصل مين اللي حيلعب مين اللي مش حيلعب المباراة دي هتعدي ازاي مش عارفين هل المباراة دي هتتلعب اساسا يوم 29 ديسمبر ولا مش هتتلعب يعني محدش عارف ولكن بنسبة كبيرة جدا 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 سوف يتم تأجيل هذه المباراة